هاعمل سلطة مكونة من نقول المكونات بطاطس مسلوقة مكعبات خاص كابوتشا كاتشب عصير لمون ماينيز وأنشوجة طبعا لو ما بتحبوش الأنشوجة ممكن نخلي السلطة كده بس أنا عارف انكي ناس كتير ما بتحبش الأنشوجة بس الأنشوجة مفيدة جدا هحط المايونيز دول معلقتين واحط معلقة واحدة من الكاتشب وبعدين اللمون أطعت شوية أنشوجة هنا ما حطتش بقى ملح خالص استعملت الأنشوجة هملح بيها لصوص ممكن ناخد شوية شبت بأدية كده خاص كابوتشا قطعه صغير كده في الصوص هنا كده أنا كده تابلت بالأنشوجة اللي موجود ده هرصهم على الوش علشان تبقى الفكرة وسط لحضراتكم عاوزين بعد كده تستعملوا الأنشوجة ماشي مش عاوزين خلاص ممكن نستغنى عنها لو حد ما بيحبهاش في طبقة السلطة غيقدر يشيلها بالشوكة أو بالمعلقة بقيت اللمون هاخد نقطة زيت زتون بس على البطاطس مش على الدرسينج عشان تفك من بعضها شوية حط البطاطس هقلب كل حاجة مع بعض هاخد شوية بقدونس بقدونس كوزبرة زعتر أي حاجة موجودة اللي حضراتكم بتحبوا طعمه يتحط على طول مع الأكل أخد قرنفلف الأحمر طبعا الحرق بقى راجع لحضراتكم يعني كده كفاية لو عايزينه يبحرق قوي ممكن نصغرهم لو مش بنحبه ممكن نستغنى عنه خالص يعني كل الاختيارات متاحة بالنسبة لنا واحدة واحدة كده وبعدين الأنشوجة نحطها بقى كده لللي عاوز واللي مش عاوز يقدر يخليها على جمد اشتركوا في القناة شكرا